وقود الكتلة الحيوية هي مواد مكونة من نباتات وحيوانات كانت حية منذ وقت قريب تستخدم كوقود ويمكن استخدامها لإنتاج الكهرباء ويعد الخشب من أشهر الأمثلة على وقود الكتلة الحيوية حيث يخزن للخشب الطاقة التي اكتسبها النبات من الشمس أثناء عملية التمثيل الضوئي وعند حرق الخشب تتحرر هذه الطاقة ومن الأمثلة أخرى أيضاً روث الحيوانات والغاز الحيوي الذي ينشأ من دعف المواد النباتية أهم التحديات التي تواقع إنتاج الطاقة من وقود الكتلة الحيوية واحد يحتاج مساحات كبيرة اثنين وجود مناخ مناسب الوقود الحيوي هو وقود سائل مستخرج من الكتلة الحيوية أي من الطاقة الموجودة في المواد العضوية وبشكل خاص في النباتات والوقود الحيوي من الجيل الأول متوفر على أشكال ثلاث الإثانون الحيوي المصنوع من محاصيل قصب السكر والذراء والشمندر والحبوب والديزل الحيوي ومصدره الزيت النباتي كزيت بزور اللفت والصوية ودوار الشمس والغاز الحيوي المصنوع من مواد النفايات العضوية إلا أن هذه المحروقات ليست بالضرورة ذات حسنات بيئية الوقود الحيوي من الجيل الثاني مصنوع إما من مواد عضوية لا تدخل في نزاع مع المواد الغذائية أو نباتات تنمو في أراضي زراعية سيئة التربة ويتم اللجوء إلى تقنيتين لبلوغ الهدف فنتكر طريقة الكيميا الحيوية التي تعتمد على التخمير مع التحفيز الكيميائي وطريقة الكيميا الحرارية التي تحاول الكتلة الحيوية إلى غاز من ثم إلى وقود سائل أما الوقود الحيوي من الجيل الثالث والمعروف بالمستدام فيتم إنتاجه من التحالب فهي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت فتتفوق على بزور الصوية وبزور اللفت ومستقبل الوقود الحيوي قد يعتمد في النهاية على البكتيريا أو الكائنات المعدلة وراثياً